لا مش ندمانة ترجع بتختاري أكيد مرتين وثلاثة وأربعة وزا ما في جمال بالها خليني عند أهلي مرحبا واضح أنا اسمي عليا عمري 30 سنة بشتغل نيرس أنا جمال بشاشة عمري 34 سنة بشتغل بالعلوم الاجتماعي في 2008 عرفت عليا برحلة وكلما كنت أعرفها كثير واتطورت علاقتنا لصداقة ورجعنا علاقة حب ورجعنا ارتبطنا بالبعض أنا عملت حاد سعى بالبحر بال2003 طقت رقبتي وصار معي شلال ربع النوع اللي حكى الشي اللي قاتف عمري أو عن جمال أو عن علاقتنا بفوتوا من هون بيدهروا من هون مثلا كثير بشوف عالم كاتبين أو عم بقولوا هيدا كيف بدو يتجوز هيدا كيف ما بيجي بأولاد طب انتوا على أي أساس قررتوا هيدا الشي النوع بطنش تنتعي ما بيهمني حكي حدا أبدا 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 شو ما كان اللوع بيحكي بوجي ما بياخدوا عد عقليته وخلاص ما بيهمني موسيقى أنا بخاف من شكلتان بخاف أول شي أخسر صحتي وبطل فيه أنه يكون نائدة وإجري لجمال هادي كثير بتعزي علي أنه أنا أخسر صحتي تاني شي بخاف منه أنه أنا وعام ألاقي جمال حدي لسمح الله يموت أو يسروا شي أنا بجنهم كثير يعني هؤلت تنين أكثر شي بخاف منهم بحياتي أنا وجمال موسيقى وما توقعت هادي أخذ درجي العرس صراحة أنه أنا عادة أنا مبسوطة عامي عرس مبسوطة أنه أنا من بعد حب شي 12 سنة أخذت اللي بحبه ومن بعد جهد جهيد يعني وبدشكن مبسوطة هلقد كنت طائرة بالعجل مثل ما شاء تقولي الله بعثت لي إياها وهالفرصة ما بتطور يعني تحلى راحت خلص هي فرصة بالعمر تجي مثل ما بقولوا بتستغليها وأنا نقيتها صح جمال سألني ندماني انت له بهني حالي أنه اخترتك شريك حياتي لا مش ندماني أكيد مرتين وثلاثة وأربعة وإذا ما في جمال بالها خليني عند أهلي مرتين 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 اشتركوا في القناة